في المخيم مساحة فرح يصنعها شبابه وانطغط المعاناة على كل ما يدور حوله ففي مخيم شتيلة في بيروت اجتمعت عشرة فرق لكرة القدم تمثل شبابا من أحياء مختلفة أو مبادرات مجتمعية لتتنافس ضمن دورة رياضية انطلقت مع بداية شهر رمضان حبينا نخصصها للمبادرات المجتمعية الفاعلة بمخيم شتيلة كانت هيك بلشت فكرتها والحمد لله فكرتها صارت موعد الساعة 6 من كل يوم رمضان هو موعد لكل الشباب المخيم من جميع أحياء المخيم عم تلتقى لتجمع لتحضر فطبول وتنبسط بجو رياضي تنافسي رائع جدا أحققت أهداف وطنية ورحة رياضية حلوة وخوة محبة بين الشباب فهذا نشر إنجاز مهم لمخيم شتيلة وإن شاء الله بكون على كل مخيمات الدور تقام المباريات يوميا قبل الإفطار أما الفرق فقد أطلقت رسائل من خلال مشاركتها في الدورة فمنها من اختار قضية الأسرى لتكون شعاره أو علم فلسطين أما فريق حي الصدمة فاختار رقم 48 للتذكير بعام النكبة وقررنا كحي الصدمة نشارك بهذا الكرنفال خلينا نسميه بمخيم شتيلة لأنه ما صار قبل هيك مناسبة ومثل ما عم بتشوف الفرحة قبل مفرحنا هاي الفرحة اللي احنا فرحانينها وللقدسي وأهلها تحية لصمودهم من شباب مخيم شتيلة إن شاء الله إن شاء الله إن تم الفوز وإن أخذنا الكأس رح نهديه لشباب القدس لأبطال المسجد الأقصى لأهل الفرسطين وبناء عليه بناء عليه رح نتلف للمسجد الأقصى بالروح لا تهم النتيجة هنا فالكل رابح فتلك المساحة التي استطاع الشباب من خلالها الاجتماع في أجواء تنافسية رياضية انعكست بهجة وفرحا على أبناء المخيم ويبقى هذا الأهم حنان عيسى الغد من مخيم شتيلة بيرو ترجمة نانسي قنقر